تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع والاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 92 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 48 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط قرابة 34 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي وفي مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 607 قضايا من بينها 166 قضية خبز ناقص الوزن و154 قضية خبز غير مطابق المواصفات كما تم ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي حيث تم ضبط خمس قضايا بمضبطات بلغت قرابة 5 أطنان أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر